وفي كل الاحوال في كل الاحوال ما يجري في القارة الاوروبية هذه القارة العجوز بيؤكد تماما انه مصر الفتاه مصر الفتية في الطريق مصر الفتاه مصر الفتية مصر اللي بتبنى من جديد خلال هذه المرحلة وهنشوف والايام بيننا جميعا ما يجري في اوروبا ليس بعيدا عننا ما يجري في اوروبا ليس بعيدا عننا التغيرات الحادة في اوروبا الصراعات الموجودة في أوروبا الصراع القوميات الموجودة في أوروبا كل هذا بيصب في مصلح الدولة فتية عفية طلع بمئة مليون مواطن بأحلام مئة مليون مواطن بإخلاص في الحكم نادر غير مسبوق على مر التاريخ وأنا بقول هذه الكلمة شهادة حق أمام الله والتاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي شهادة حق أسأل عنها يوم القيامة وأنا لا أتحدث عن رئيس الدولة ولا أتحدث عن مرشعة لأننا في مرحلة صمت انتخابي العنوان الأساسي هنا هو الإخلاص كل ما يجري في مصر سوف يذكره التاريخ هذه الفترة وأكثر من مسؤول ومؤرخ ومثقف وكاتب ومفكر وباعث مصري وغير مصري أجل اسمعه سيقول إن التاريخ سوف يفتح صفحاته لهذه المرحلة وتحديات هذه المرحلة لأنه ليس كل ما عرف قد قيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر